ترجمة نانسي قنقر دون الحصول على ترخيص مسبق من البلدية يعتبر مخالفا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة ومن أهمها قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم 2 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وأشار المدير العامل أن البلدية مستمرة بصورة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية في رصد وإزالة المخالفات الموجودة بمختلف المناطق بما فيها مخالفات إشغال الطرق والميادين العامة ذلك بناء على توجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تكثيف الحملات الميدانية لضبط وإزالة المخالفات والحد منها واتخاذ اللازم بشأنها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشعار المخالفين وتوعيتهم بالقانون الصحيح بل بالقانون لتصحيح أوضاعهم وإجالة المخالفات ترجمة نانسي قنقر